يعني نظام هراقل قيصر الروم ونظام كسرة ملك الفرس ان هما بيورسوا ابنائهم فانتو جعلتوها هكذا لكن لو كان عنده اعتراض على شخصية يزيل ابن معاويه عشان طبعا الروايات في ان هو كان مخمور وان هو كان بتاع نساء وان هو كان يلهو ويلعب وان هو كان كذا وجبار بوعية كتلة جدا جدا متسوسة على التاريخ الاسلامي اخوانا فعجيب امرك والله عجيب عجيب امرك انك تدلس على الناس تدلس على المسلمين والمؤمنين تدلس على التاريخ وتكذب يا سيد يا سرجاني عيب عليك وان تقول يعني ان يزيد ادمي ومؤمن وان يزيد يعني روايات التي قالت والاحاديث التي ذكرت عنه من قبل المؤرخين انه فاسد وان كان يشرب الخمرة وتقول هذه متسوسة كذب على وتريد ان تجعل من يزيد يعني ملاك مؤمن طاهر يعني الا تستحي تخجل من نفسك مثلا وابن تيمية يذمه ابن تيمية هذا الذي يعني في الليل وفي النهار يضرب على الروافض وعلى الشيعة صاحبك ابن تيمية يذمه ويقول ويذكر ان احمد بن حنبل يقول لا يحب يزيد رجل مؤمن يؤمن بالاخرة والطبري والترمذي كثير من المؤرخين السنة الذين ذموا بيزيد وقالوا انه كان يشرب خمرة انت لماذا تكذب لماذا تكذب على الناس على البسطة على السذج من الناس تمرر عامل دكتور جامعة وكذا تقدم شهاداتك تقدم مقصد انه يعني شهادة الرواية والحديث يعني قدم الرواية التي تقول ان يزيد مؤمن وطاهر واذهب عنه الرجز وطاهره الله تطهيرا وين الروايات هذه والاحديث كل الاحديث والروايات تذنب يزيد بن معاوي وتقول انه رشق الكعبة بالمنجنيق انت انسان مؤمن مسلم وتقول هذا الكلام عن رجل اسمه يزيد قذف الكعبة بالمنجنيق واباح مدينة رسول الله وقتل نساءها وشبابها خمسة الاف امرأة قتلت جيش يزير بن معاوي دخل الى المدينة وذبح الناس كما فعل فرعون ذبح ابنائهم واستحيى نساهم هذه مدينة رسول الله مدينة طيبة انت ألا تخجل من نفسك ألا تستحيء انت مسلم انت هذا الرجل الذي امر بذبح الحسين ولو كان متعلق بأستار الكعبة وجاءوا اليه برؤوس آل بيت رسول الله وبنات رسول الله وهن مصفدات بالسلاسل الحديدية في مجلسه سبايا بنات رسول الله ايها اللئيم الحقود الاموي انت انت اموي ولذلك تدافع عن يزير بن معاوي ما اضرب منك الا هو يزير بن معاوية تدافع عن يزير بن معاوية الذي قتل الحسين وذبح ابن رسول الله الذي كان رسول الله يقبله ويضمه ويشمه ويمدحه اناء الليلة واطراف النهار ورفعوا رؤوس الشهداء على الرماء حتى وصلوا برؤوس آل بيت رسول الله الى مجلسه فاخذ يضرب شفتي ابي عبد الله شوال انسان الحقير هذا يا رجل شوال انسان الواطي هذا المجرم وانت تريد ان تدافع عنه عامل قاضي على المجرمين عامل محامي عن المجرمين بدل ان تكون منصف وتنصف الامام الحسين وتقول ان رسول الله يقول من فرق امر هذه الامة فاضربوا عنقه تقصد عن الامام الحسين لانه يعني خرج على يزير العمى بقلبك ما اسألك يعني تصور ان رسول الله كان موجود ويرى ولده وهو يضرب بالسيف ويذبح انت يعني انسان حقود لئيم متعصب متزلف للناس البسطاء والجهال متخلفين الذين لا يقرؤون ولا يبحثون ولا يطلعون تضحك عليهم انت وغيرك روح 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 الله يحشرك مع يزيد بن معاوية الله لا يقيمك هذا يزيد الذي كان يضرب وجه رسول وجه رسول الله ضرب وجه رسول الله يزيد حينما كان يضرب وجه الحسين لان رسول الله قال حسين مني وانا من حسين ايها التافه صار يضرب وجه الحسين بقضي بخيزران كان في يده ويقول ليت اشياخي ببدر شاهده يتمثل بابيات احد الشعراء السبعر على ما اعتقد جزع الخزرج من وقع الاسل اهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد ختلنا القرمة من ساداتهم وعدلنا ببدرهم فاعتدل لست من خندفة ان لم انتقم من بني احمد ما كان فعل كافر لا يؤمن بالاسلام لا يؤمن بالوحي لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا الابيات هذه التي قالها يزيد معروفة يعيب الشوم عليك وعلى غيرك انتم ناس ما في امل منكم ناس قلوبكم مليئة بالحقد واللؤم على اهل بيت رسول الله روح روح رحم الله احمد بن حنبل الذي كان اذا مر على اسم يزيد بن معاوية يقول لعنه الله احمد بن حنبل فنحن نقول كما قال احمد بن حنبل لعنه الله احمد بن حنبل